رغم أن الشكوك والانقسامات خيمت على الأجواء قبيل انطلاق الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد لكن طبقا للبيان العراقي الأميركي المشترك يبدو أن العراق كسب الجولة الأولى من المباحثات حوارات الجارية ما بين العراق والولايات المتحدة هي حوارات في ظل وضع أرضية مشتركة ما بين البلدين لتكون الرؤى واضحة باتجاه تغطية المفاوضات القادمة لتكون هناك نقاط انطلاق مشتركة لفريقي التفاوض وكذلك التعديل في اتفاقية الإطار الستراتيجي لعام 2008 أولا هي محاولة جدولة التواجد الأميركي وتحديد مهامه كذلك جعل هناك نقاط مشتركة في الملف الاقتصادي نتائج الجلسة الأولى من المفاوضات كانت إيجابية لكن الجميع بانتظار الوصول إلى اتفاق يحفظ المصالح الوطنية العليا ويؤكد السيادة الوطنية وإبعاد العراق عن سياسة المحاور الإقليمية غير أن النقطة الأهم على المستوى السياسي الداخلي في العراق هي تأكيد الجانب الأميركي نيته تقليل عديد قواته في العراق وإنهاء وجود قواعده الدائمية الثابتة لأن المتابع للمشهد العراقي يدرك جيدا أن التواجد الأجنبي سيستمر في خلق حالة من الانقسام بين القوى السياسية ويثير أزمة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع المعسكر السياسي الحليف لإيران في العراق الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بقلق شديد إلى الاستهداف لمصالحها على مستوى الداخل العراقي وحتى على قضية التواجد الأمريكي في القواعد العراقية لذلك أتصور بأن جزء كبير من هذه المفاوضات سيركز على قضية هذا التواجد وبشكل مباشر وصريح يشير الحوار إلى دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق ومساعدته في المجالات المختلفة ودعمه في المحافل الدولية بالإضافة إلى تقليص عديد القوات الأمريكية حسب حاجة العراق وعدم رغبة الولايات المتحدة بإقامة أي قواعد ووجود عسكري ثابت فيما يذهب خبراء أمنيون إلى أن انسحاب القطعات العسكرية الأمريكية المتواجدة في العراق قد يولد فراغا أمنيا كبيرا ترجمة نانسي قنقر